اشتركوا في القناة أنا أطيلها مقدمة أنا أطيلها مقدمة عشان ما يفهمونين وأيضاً للعلم فيه من الكفاءات سواء متعاونة أو عاملة رسمية قطاعاتكم الخاصة تلفزيوناتكم الخاصة أنا أقول ومتأكد بأنها لولا المساعدة من تلفزيون الكويت وأجهزة تلفزيون الكويت وأرشيف تلفزيون الكويت والعاملين في تلفزيون الكويت من معدين ومخرجين وفنيين ومسؤولين لما قامت هذه المحطات الخاصة ولا أحد ينكر أبداً طالما أنه لا أحد ينكر إذن الكفاءة الكويتية موجودة في تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت المشكلة في القائمين على التلفزيون والإذاعة وليس في عشان أفصل ما بينهم أن هذه القنوات اللي اليوم هم حالياً كذا فترة يقولون استبيان يقولون الله فيه الاستبيان اللي مدري شنو طلع تلفزيون الكويت الأول المشاهد على تلفزيونات المنطقة أو تلفزيون المحلية أقولهم يا جماعة أنا بتلفزيون الكويت أنا عامل بتلفزيون الكويت لا أشاهد تلفزيون الكويت فكيف بالآخرين تلفزيون الكويت غير مشاهد اليوم ما احترامي للكفاءات الكبيرة العاملة فيه وفي إذاعة تلفزيون الكويت ومع قولنا اللي قلنا إن القنوات الفضائية الكويتية الخاصة قامت في نسبة كبيرة منها على سواعد الكفاءات الكويتية اللي أخرجها تلفزيون الكويت لكن هذه القنوات الخاصة الوليدة الصغيرة كلها تطورت على تلفزيون الكويت طبقهم لكي السبب والسبب البريقراطية اللي تعملها لا ناقصهم فلوس شنو الخلل لتلفزيون الكويت لو قلنا احنا ميزانية الكويت ولو أني أنا لست مطلعا كثيرا لطلعك كان أيامي ومكنت في الإعلام أنا بقولها واتحداهم إن ميزانية الكويت تلفزيون الكويت السنوية تعادل ميزانيات جميع القنوات التلفزيونية الكويتية المحلية كلها فقط تلفزيون الكويت فحق سنة وللأسف هذا اللي هو يصير في تلفزيون الكويت أهم غالبية المسؤولين للأسف الشديد هم مو إعلاميين وبالتالي هو جاي إداري جاي من برة في كثير منهم يفتكر أن الشخصية وفرض الإرادة والاحترام تبدأ بالتكويش على الإدارات الأخرى العاملة في الوزارة من خلال زرع النميمة والأشخاص لو هذا الإنسان يعتقد بأن هذه الطريقة هي طريقة العاجز صاحب الشخصية الضعيفة الإنسان اللي ما بيقول عنه كلام أكثر من الشكل تفرض شخصيتك بعطائك وعملك وتواضعك وتعاملك مع العاملين معك ترجمة نانسي قنقر